النهاردة هنبتدي حلقتنا بحدوتة مصرية وخلونا نفتكر في البداية كلمة الأديب العظيم نجيب محفوظ لما قال مصر جاءت أولاً ثم جاءت تاريخ أيوة احنا النهاردة هنحكي لكم عن حدوتة مصرية من التاريخ وبالمناسبة لو كل حلقة لو كل يوم قررنا نحكي حدوتة جديدة من حواديث حضارتنا ووجودنا حدوتة مصرية كل الحلقات وكل الايام مش هتكفي زي النهاردة 4 نوفمبر بس سنة 1922 ده اليوم اللي اكتشف فيه العالم البريطاني هاورد كارتر مقبرة الملك توت عنخ أمون كان أول إنسان يفتح باب المقبرة من 3000 سنة من يوم ما المصريين القدماء أفلوها لما فتح الباب لقى الجدران عليها رسومات رائعة وعليها حكايات حكاية حزينة حكاية رحيل الملك الشاب لعالم الأموات وقتها يا جماعة حصل دجة إعلامية رهيبة على اكتشاف المقبرة دي ليه؟ لأن المقبرة دي يمكن من أوائل المقابر اللي اكتشفوها اللي كانت كاملة متكملة بالإفل محدش فتحها لا الرصوص المقابر ولا تم سرقتها ولا نهبها بالعكس فتحوا المقبرة لقوا كل حاجة حطها المصريين القدماء من 3000 سنة جوه المقبرة خواتم وتاج الملك والعصايا بتاعته وكل ده طبعا من الدهب الخالص والأبانوس مقبرة الملك تتعان خامون أو الأوضة اللي فتحها كارتر وقتها ما كانش بس فيها التمثال لا كان فيها 3500 قطعة أسارية لما نبص لهم كده هيحكولنا الحكاية حنسمع صوتهم وهم بيقولوا لنا إزاي الأصر الملكي لما كان الملك تتعان خامون بيحكم كانت الدنيا ماشية إزاي الهدوم الكراسي الحاجات اللي بينوروا بيها مصابيح الزيت طريقة تخزين الأكل ما إحنا طبعا ورسة الحضارة القديمة وزاي ما كانوا هم بيخزنوا إحنا كمان لسه بنخزن المقبرة شفنا فيها الأطباء والحلل العربيات اللي بتجرها الخيول المعدات الحربية كل ده كامل متكامل الموضوع أو عظمة اكتشاف مقبرة تتعان خامون من 100 سنة ما كانش بس إننا اكتشفنا إن الملك حكم 9 سنين وكان شاب صغير لا المقبرة حلت له غارة مات فصرت حاجات ما كناش عارفينها قوي شرحت جزء من تاريخ مصر القديم فهمتنا حاجات كنا شفناها قبل كده ولقناها في مقابر وعلى الجدران المعابد لكن ما كناش عارفين قوي الحكاية ماشية إزاي مقبرة تتعان خامون قالت الحكاية كانت ماشية إزاي قالت إنه كان محارب وإنه إزاي واسع الإمبراطورية المصرية وأقام معابد ومنشآت 100 سنة على اكتشاف مقبرة ميت توت عن خامون هيبقى فيه احتفال كبير في الأقصر من يوم 4 ليوم 6 نوفمبر الاحتفال ده هيبقى فيه افتتاح بيت كارتر اللي هو المكتشف بعد تجديده وترميمه هيبقى فيه كلمة للدكتور زاهي حواس بعنوان توت عن خامون ووادي الملوك هيبقى فيه زيارة للمقبرة وجولة سياحية والأهم هيبقى فيه احتفالية بالأوبرا الجديدة اوبرا توت عن خامون كلنا عارفين ان كان فيه اوبرا عايدة القديمة ايام افتتاح قناة السويس الاولى لكن النهاردة بنعمل اوبرا جديدة موسيقار ايطالي هو اللي بيعملها من قدام معبة حد شبسوت في الأقصر